رحمة الله وبركاته ما زالت التصرفات الغريبة مستمرة من اتحاد اليد استمرارا لمتابعة أزمة قيد لعب يد الزمالك في تعنت غير مبرر من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة كان اتحاد كرة اليد يرفض استلام شيك هاني العتال مرشح الزمالك بقيمة 2 مليون جنيه وبرر اتحاد المصري هذا الطلب بضرورة وجود خطاب رسمي من نادي الزمالك مع الشيك يفيد بان هذا الشيك يخص نادي الزمالك وبالفعل تم التواصل وتم تجهيز هذا الخطاب من قبل اللجنة السلاسية التي تدير النادي وتم تسليمه الى اتحاد المصري لكرة اليد ليتم سددهم ضمن مديونية النادي وعلى هذا وافق اتحاد اليد على قيد خمس لعبين في قائمة الفريق وهم احمد الاحمر ومحمد البسيوني مودي واحمد حسام ومؤمن ذاكي واحمد سامح هؤلاء الخمس لعبين في مقابل الاربعة مليون جنيه الذي تم سددهم من المديونية اتنين مليون من نادي الزمالك واثنين مليون من هاني العتال وهنقول ايه بس للاخ حسن مصطفى اللي اختاشه ماته يا اخ حسن مصطفى مهما عملتم مش هتقدر تهدي نادي الزمالك ولا كرة اليد في نادي الزمالك ولا البطولات اللي بيجبوها لنادي الزمالك نادي الزمالك بيلعب قصاد فرقة تانية متوفر لها كل حاجة من شركة رعاية ودولارات وصفقة لعبين وكل ما هو متاح حتى يوم عملوا التدريبات بتاعتهم عملوها برا مصر يعني ناس مرفحة فوق العادة يعني لما تجيب واحد كده وتربط له اديه ورجليه وترميه في البحر وتقول له انا عايزك تعدي وتجيب واحد متجيله كل الامكانيات اللي يعرف يوصل بيها في اقل من ثانية ومع ذلك اللي متربط ده بيجدف وبيفوق على التاني ده واندال واندال على ان النادي الزمالك النادي اصيل ده دي لعبته رجالة وللأسف مفيش حد باصص لنادي الزمالك ولا المصلحة لنادي الزمالك ولا بيحاول يحل مشاكل نادي الزمالك حتى الدولة مغمية عنيها وسد ودنها عن اللي بيحصل لنادي الزمالك كل ده علشان السناء واللي بيدخل للبلد الدولارات ما هو مشكتة برضه يعني عيب اللي بيحصل ده عيب لما يبقى نادي الننوس مرفه بالرفاهية دي كلها ونادي تاني ما فيهوش اي امكانيات انه يتفوق ومع ذلك مستيبينه في حاله يعني من اتحاد كورة اتحاد كورة القدم الاخوة اللي فيه الاهلوية كلهم تعنط واضح ولوايح ضد النادي وفي صالح النادي تاني قبل ما بيحطوا اللايحة بياخدوا الرأي بتاع الاخ الننوس كده تفيدك تنفعك ولا ان غير حاجة عيس تغير حاجة بيعرضوها عليه قبل ما يقروها ونادي تاني ما فيهوش خالص ومش كده وبس ده شفتوا بجاحة اكتر من ان لعيبة كورة اليد اللي بيفوزوا ومش هادين يقيدوهم لا مش عايزين يلعبوا باللعيبة دولة لا ازاي تلعبوا باللعيبة دولة احنا اللي هنختار لكم لعيبة تلعبوا بيها شفتوا اكتر من كده بجاحة ده انت بجحتك فائت الوصف يا حسن مصطفى حسبنا الله وانعم الوكيل فيك كل الزمال كوية تقول حسبنا الله وانعم الوكيل فيكم يا اتحاد ظالم حسبنا الله وانعم الوكيل فيكم يا منظومة فازدة ان شاء الله ان شاء الله هتتفتحوا على الملأ اكتر من انتم مفضوحين في العالم كله